أكبر خمس شركات تطوير عقاري في المجهر وتحت النظر ونتائج إيجابية متوقعة مقارنة للربعين على المستوى السنوي الربع الثاني من العام 2023 والربع الثاني من العام 2024 دعونا نقرأ المشهد بكثير من التفاصيل فيما يتعلق بالأرباح المجمعة المتوقعة مقارنة بين الربعين من المتوقع أن ترتفع 37% هذه النسبة كبيرة لتحدث عن 6 مليارات درهم مقارنة مع 4 مليارات 300 مليون درهم في الربع الثاني من 2023 كيف تمثل هذه الشركات وما هي نسبتها القاطر العقارية إعمار العقارية ثلاثة مليارات درهم من المتوقع أن تنمو الأرباح في الربع الثاني مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي بـ 72% هذه النسبة كبيرة إعمار للتطوير يعني إعمار وأخواتها 1.5 مليار درهم 34% الدار العقارية متوقع أن تتراجع فيها الأرباح مقارنة بين الربعين 4 في المئة تحدث عن مليار ومائتي مليون درهم دعونا نقف على بقية الشركات الرائدة في هذا الاتجاه مجموعة تيكوم من المتوقع مقارنة بين الربعين أن تنمو أرباحها بـ 17% إلى 268 مليون درهم رأس القيمة العقارية 47 مليون درهم مقارنة بين الربعين 8 في المئة الأرباح المتوقعة في الربع الثاني من هذا العام إذن المشهد بشكل مجمل إيجابي سهم إعمار العقارية عند أعلى مستوياته في أربعة أشهر يتحرك بهذه الإيجابية نتحدث عن مكرر ربحية 7 مرات هذا جيد للمستثمرين منذ بداية العام 8 في المئة ارتفاعات وعائد توزيعات 5.9 في المئة هذا عن إعمار واتجاهاتها الإيجابية في هذا العام كما وكيف الدار العقارية أيضا مكرر ربحية 12 مرة نتحدث عن أرباح وارتفاعات منذ بداية العام لهذا السهم بـ 31 في المئة نسبة مقدرة كبيرة عائد توزيعات 2.4 في المئة للدار العقارية أعلى مستوى في 16 عام نتحدث أيضا عن تطورات شركات التطوير العقاري في الإمارات استقرار مبيعات المنازل الفاخرة هذا يدعم بشكل كبير هذه الأرباح النصف الأول من العام 2024 عند ثلاثة مليارات ومئتي مليون درهم مبيعات كبيرة ارتفاع مصروفات الضريبة تبقى واحد من تطورات شركات التطوير العقاري في الإمارات عشرة أضعاف نتحدث عن 820 مليون درهم هذا هو المشهد العام للشركات التطوير العقاري وهذه هي التوقعات مقارنة بين الربع الثاني من العام 2023 والربع الثاني من العام 2024 بحسب ريفينتف